الليلة مع نديم حلقتنا اليوم أيضا من عنوان واحد وهو هل الزلزال مفتعل إذن متابعة لتداعيات الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 37 أو 36 ألف رح نواصل الشيء اللي عملناه الأسبوع الماضي مبدئيا بعد أسبوع على الزلزال بدأت السياسة تتسلل إلى الكلام عن هذه الكارثة موضوع مهم بستاهل كلام جدا للأسف حتى بهذا الموضوع عم نسيسه الآن لا يجوز أن يكون هناك كلام في السياسة التسييس يصل إلى حد التلاعب بقضايا إنسانية تركوا لنا السياسي عم يسيس هذا الموضوع يسيس هناك استثمار سياسي على تماء الأبرياء بكل وقاحة فعلا خلونا نحط السياسة عجنب وخلونا مش كل واحد يقعد يستثمر بمقاس الناس ويوظف الكارثة اللي صايرة يوظف الزلزال اللي حصل الحقيقة اللي عم يدعو لهذا الشيء قدموا لنا نموذج بعدم التسييس بلش من الفشل المريع تحديدا بسوريا في متابعة تداعيات الكارثة ليه الفشل؟ تتضاءل آمال العثور على المزيد من الناجين تحت الانقاض وخصوصا في سوريا تخيلي بأن الغرب يمنع دخول الآليات العالم يصم أذنيه ويغلق عينيه عما يشري في سوريا المآسات التي يعيشها السوريون اليوم نتيجة الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض عليها عقوبات قيصر في ظل حصار خانق ومطبق هذه الدول الإنسانية عندهم غير موجودة الفشل إذن ما سببه الواقع السياسي بسوريا؟ ما سببه أنه لطالما استعملت المساعدات الإنسانية كأدات سياسية؟ سببه مش عرقلة وصول المساعدات للمناطق خارج سيطرة النظام؟ عرقلة استخدام المعابر؟ سببه مش تداعي الأبنية اللي أصلا صر له عم تنقصف 12 سنة؟ كل هذه مش داخلة بحسابات الفشل في الاستجابة للزلزال جماعة عدم التسييص طلع معهم الحق على الغرب الحق على الغرب الحق على العقوبات طيب إجت واشنطن قالت يا أخي رضخنا للدعاية السياسية وعلى الرغم أنه عقوباتنا تعفل معونات الإنسانية تفضلوا هيدا تجميد لبعض العقوبات لمدة 180 يوم بنفس البيان اللي أعلنوا فيه قالوا أنه العقوبات أصلا لا تمنع ومع ذلك سنجمد شو اللي صار؟ انتقلوا للمرحلة الثانية من عدم التسييص واشنطن تواصل تلمية صورتها قانون قيصر قد كسر في خطوة ترجمت على أنها شكليت سقوط قانون قيصر هذه خدعة لا يوجد تجميد اضطرت أميركا أن تقول أن هناك استثناءات للحصار لا لا يمكن أن نجتم بأن قانون قيصر قد سقط إذا هيدا مش تسييص شو بيكون؟ اختلفوا الشباب بتقييم قرار الخزان الأمريكي إنما اتفقوا على التسييص عندك فريق بده يكمل الحملة على واشنطن بده يكمل بالتحريض لخدمة أيديولوجيا معينة ليقول أميركا المسؤولة مش الأداء الفاشل للمسؤولين بسوريا بمواجهة الزلزال وعندك فريق تقني بده يقول أنه الممانعة حققت انتصار وأسقطت قانون قيصر وأميركا رضخت ولا إلى آخر هيدا النغم اللي بتعرفوها بس لتنين نيناتهم الفريقين متفقين أنه الزلزال ومأساة البشر مادة للتعبئة السياسية مادة للاستثمار السياسي حبيبي حبيبي هلأ هيدا وقت انتصارات أو وقت مساعدة الناس حتى المساعدات نفسها جربوا يحولوها لموضوع سياسي لم نجد أكثر من 14 دولة من أصل 210 دول في العالم يهرعون إلى سوريا والدول الأطلاء الأربعة عشر هذه هي الدول التي هزئت بأميركا وهزئت بقانون قيصرها ما زالت قوافل مساعدة والطائرات تصلوا شكل متواصل إلى سوريا حاملة معها تضامن الشعوب الحرة والمناهزة لقوى الاستكبار هيدا اللي يطلع معهم المساعدات مش استجابة إنسانية لواقع كارثة لا المساعدات هي هزيمة لأميركا على يد مين الشعوب الحرة ومناهضي الاستكبار يعني اللي بيسمع بيقول كوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران هن اللي بيعطين مساعدات على سوريا في حين اللي باعت المساعدات هي مصر والسعودية والإمارات والجزائر بس خليني حط الجزائر على جنب للحظة أنا بديتابع بالمنطق السياسي طبع الشباب هيدا الدول اللي بعتت المساعدات كانت قبل الزلزال بدقيقة تعتبر حكومات عميلة وأدوات للغرب بدقيقة كيف صار إنه اللي باعت المساعدات هي الشعوب الحرة ومناهضي الاستكبار لأن جماعة الشعوب الحرة ومناهضة الاستكبار بعتوا اسماعيل قآني ما بعتوا مساعدات بعتين جرفتان ثلاثة وكميون واسماعيل أفندي المساعدات الفعلية كما هو مثبت اجت من مطرح تاني طيارات من مطرح تاني طيب شو منعمل هلأ جماعة الاستثمار السياسي بمأساة السوريين بفصله الأخير فاتوا بالحات فجأة لقيوا حالهم ملبكين ويخيلها هايدي السعودية والإمارات ومصر هن اللي باعتين مساعدات وهيدي دول حليفة لأمريكا اللي مفروض أنه هي مانعة وصول المساعدات كيف بننركبها هايدي؟ تنحل بسيطة ولا أسهل منهاك دائما نحن نعول على أشياء تافهة بروباجندية بما يقوم به دول الخليج لو لم يسمح الأمريكي لتلك الدول بإيصال المساعدات لما تجرأت أن تقوم بذلك وبالتالي هي ما هي إلا أدوات بالعقل المريض لجماعة الممانعة في جواب لكل شيء يعني أمريكا اللي مانع المساعدات عن سوريا ومحاصرة سوريا افتراضا قالت لحلفائها يا حلفائي يا حبيبيتي كسروا الحصار كسروا حصاري على سوريا طيب مش أسهل أنه هي ترفع الحصار هيدا إذا كان فعلا في حصار مفروض وإذا هيدا المستوى من التسييس بعد ما فاجأكم أعزائي المشاهدين سمعوا هيدا بقى طيب مش يمكن الزلزال من أساسه هو عمل سياسي يعني مش في حدا يمكن هو اللي عمل الزلزال يعني هناك زلزال وأنا باعتقادي أنا مش محلل جيولوجي ولا عالم بعلوم الزلازل والبراكين والهزات الأرضية ولكن يمكننا الدخول إليها من باب المؤامرات ومن باب العسكر ومن باب الأستراتيجية العالمية مفتعلة يعني؟ عفوا؟ مفتعلة؟ لا أقل لك هل هناك زلازل حصلت في العالم جراء أعمال بشرية؟ نعم لحظة قبل ما أكمل معك بفرضية أنه الزلزال مفتعل مثل ما عم تتفضل بس ذكرني وذكر المشاهدين حضرتك شو بتشتغل مع له؟ أنا مش محلل جيولوجي ولا عالم بعلوم الزلازل والبراكين والهزات الأرضية اكزاكتلي ومن هيك ناس بتخلق نظريات المؤامرة من الجهل لما تكون جاهل بموضوع وبدك تعطي رأي أسهل شي تركب نظرية مؤامرة لأن نظرية المؤامرة مثل أنه الزلزال مفتعل بتخلق لك منطق متماسك أنت عامله صحيح ما حدا غيرك مقتنع فيه أو قلي قليل مقتنع فيه كمان صحيح بس منطق هذه وظيفة نظرية المؤامرة أنه تخلق منطق للجهل اللي عقلهم ما بيسمح لهم يفهموا الحقائق المعقدة مثل زلزال أو ما عندهم الوقت والطاقة لا يبحثوا عن الحقيقة مطرح ما لازم يبحثوا عنها هذا نفس العقل اللي كمان بدل ما يعترف بالفشل أو بدل ما يبحث بالأسباب السياسية اللي بتخلي النظام بسوريا يساعد أو ما يساعد مناطق معينة بروح يدور على نظرية مؤامرة مثل العقوبات الأمريكية والحصار وبصير يتخيل إشياء مش موجودة وبصير يبني مواقف سياسية متكاملة كل المنطق تبعها بينهار عند أول ما تنزل طيارة مصرية أو سعودية أو إماراتية حاملة مساعدات بسوريا مش هيدا اللي صار؟ هيدا اللي صار نهاية الحلقة تصبحوا على خير موسيقى